بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أخي الحبيب رمضان هو مناسبة رائعة جدا لكي تترك أي عادة سيئة تعودت عليها خلال السنة مناسبة لترك أي شيء سيء حديثنا اليوم هل العادة السرية في رمضان تبطل الصيام هل يرضى الله عن إنسان يمارس هذه العادة سواء في رمضان أو خارج رمضان هل تؤثر على صيامنا على صلاتنا الحقيقة أخي الحبيب قبل أن أبدأ بهذا الموضوع وهو موضوع عام حقيقة والحكم الشرعي واضح جدا أنك في حالة الصيام يجب أن يكون قلبك معلقا بالله سبحانه وتعالى يجب أن يعني الصيام الهدف منه أن تمتنع عن الزنا والفاحشة والنظر إلى النساء والعادة السرية وغير ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أعطانا علاجا لمن لم يستطع الزواج بالنسبة للشباب ليس لديه القدر على الزواج قال فعليه بالصوم الصوم له تأثير مذهل على كبت الغريزة وهذه الشهوات يكبتها الصيام وبأسلوب آمن ورائع جدا أخي الحبيب ولكن قد يخطئ الإنسان أحيانا في يوم رمضان ماذا يفعل؟ الحقيقة أكمل الصيام إلى نهاية اليوم واستغفر الله مباشرة ينبغي من أخطأ في هذا الشهر الكريم يجب أن يعلم أن هذا الذنب عظيم جدا ويجب أن يعيد صيام هذا اليوم يعني عليه كفارة إعادة صيام هذا اليوم سيعيده بمجرد أن ينتهي شهر الصيام ويمضي مثلا فترة العيد أو أول يوم العيد ومن ثاني يوم يستطيع أن يقضي هذا اليوم مباشرة قبل أن يأتي الموت وينوي في داخله أنه لن يعود إلى مثل هذا الأمر لأن هذه القضية والله أيها الأحبات تدمر الثواب وتدمر النفس حتى لذلك أخي الحبيب الصيام أنا أقول لك إذا مارست هذه العادة سيبطل ولكن يجب أن تكمل لا تأكل شيئا لا تفتر لا أكمل ثم عوض هذا اليوم ولكن يجب أن تتوب إلى الله مباشرة يعني هناك جنات أعدها الله لفئة من الناس قال سبحانه وتعالى دائما تذكر بعد الخطأ تذكر هذه الآية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين طيب من هم هؤلاء المتقون الذين أعد الله لهم هذه الجنة التي عرضها كعرض السماوات والأرض نحن نعلم أن أبعد نجم مكتشف يبعد عنا عن الأرض ثلاثة عشر مليار سنة ضوئية تصور مسافة لا يتخيلها عقل الجنة التي ستعيش فيها إن شاء الله بعد الموت وعند البعث ستكون أكبر من هذا لأن هذا كله ضمن السماء الدنيا الجنة عرضها السماوات يعني عرض لا يتخيله عقل طيب لمن أعد الله هذه الجنات؟ أعدها لمن يخطئ ثم يستغفر الله ثم يتوب على الفور الاستغفار والتوبة أعدت لمن؟ للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ العفو عن الناس وسيلة رائعة لعلاج السيئات والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة هذا الأمر يعتبر يصنف ضمن الفواحش الأمر هذا إذا مورس في شهر الصيام وبخاصة في رمضان يكون وزره وسيئاته أكبر بكثير والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أول شيء ماذا يفعل؟ ذكروا الله إذن عندما تقوم بمثل هذا الأمر أول شيء أخي الحبيب أذكر الله وتذكر أن الله يخاطب المتقين على فكرة لا تجعل الشيطان يقول لك أنت خرجت من الدين وتترك الصلاة وتترك لا لا الله هنا يتحدث عن المتقين يقول لك والذين إذا فعلوا فاحشة هل الإنسان المتقي يمكن أن يفعل فاحشة؟ نعم بنص القرآن ولكن الذي يميز هذا التقي عن غيره سرعة التوبة والاستغفار والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم رقم واحد ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله أولئك جزاؤهم جنات تجري من تحتها الأنهار إذن أيها الأحبة أنا أريد منك أخي الحبيب أن تغضب الشيطان وترضي الرحمن أن تستغل أي خطأ لإرضاء الله كيف تجعل السيئات تنقلب حسنات؟ وبخاصة في شهر رمضان المبارك إذا ارتكبت مثل هذا الخطأ مباشرة اذكر الله قل لا إله إلا الله قل سبحان الله قل أستغفر الله استغفر استغفر لذنبك النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يخطئ معصوم عن الخطأ وكان يستغفر الله العظيم ويتوب إليه كل يوم أكثر من مئة مرة هذا هو النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم الشيء الثاني أخي الحبيب أكثر من التوبة إلى الله وإن وعدم الإصرار لا تصر على هذا العمل قل أنا سأترك هذا العمل تماما وأتوب إلى الله فإذا ما رأى الله منك سلوكا صالحا وعملا صالحا وصدقا في العمل وإخلاص في النية ثق تماما سيبدل سيئاتك حسنات تصور أنت تفعل سيئات وتأخذ عليها حسنات بسبب التوبة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما إذن ملخص هذا اللقاء أخي الحبيب العادة السرية شيء سيئ جدا لأن الإنسان إذا أراد أن يمارس هذه العادة لابد أن يتخيل أشياء حرمها الله أو يشاهد أمامه فيلم أو شيء أو مقطع أو شيء مثير لكي تتحرك هذه الشهوة وهذه الشهوة التي يحركها الشيطان الذي يحركها الشيطان وليس الملائكة إذن هي من عمل الشيطان هي نوع من أنواع ظلم النفس إذن والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا ذكروا الله الاستغفار عدم الإصرار وبالتالي تضمن أن هذه السيئة سوف تنقلب إلى حسنة أكثر من الصيام بعد رمضان العلماء أثبتوا فوائد كثيرة لصيام ستة أيام بعد رمضان ستة أيام من شهر شوال واعتبر هذه الأيام قطاء عن الأشياء التي ربما ضاعت منك في هذا الشهر الكريم وبالتالي أخي الحبيب أختم وأقول دائما تذكر أن الله يراك إذا أردت أن تنتهي من هذه العادة السيئة اجعل هذا الشهر مناسبة لتترك هذه العادة ويجب أن تشعر أن الله يراك وتذكر قول الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أولئك المتقين الذين يبدلوا الله سيئاتهم حسنات إنه على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته